إسلام بقريعة المنتخب الوطني في هذه اللحظات طبعا عاد ما هي تفاصيل طبعا العودة ما هي الكثير من الأمور اللي حفت طبعا هل خرج اللعبين خرج المسؤولين بعد هذه الخيبة تفضل لك إسلام بقريعة إليك الخلطة أهلا بك زميلي حكيم مرحبا بضيوفك الكرة من المنصة الشرفية أو القاعة الشرفية لمطار هواري بومديان في هذه اللحظات سيخرج اللاعبون بعد وصولهم منذ حوالي أكثر من عشرين دقيقة يجب أن أنوه يا زميلي حكيم تعزيزة أمنية مشددة حاضرة الشرطة حاضرة هنا بقوة في القاعة الشرفية لمطار هواري بومديان بعد لحظات كما قلت سيخرج اللاعبون ومعهم المسؤولين كامل الوفد الذين قدموا من القابون بعد لحظات سيخرج اللاعبون من خلفه سنتركك زميلي حكيم مع الصور عند خروج اللاعبين سنحاول أخذ تصريحاتهم إن أمكن إن قدموا لنا التصريحات كحكيم تجيب أنوه سيد محفوظ قرباج حاضر أيضا هنا بالقاعة الشرفية من أجل تشجيع أو أعطاء كلمة للاعبي المنتخب نعم نعم إسلام أقراء يعني فيه إمكانية ربما الحديث اللاعبين واللحة المسؤولين بعد هذه الخيبة ما هي ربما الأصداء اللي عندك فيه إمكانية يتحثوا له كالعادة يعني كل واحد يروحوا يلا هننسيوا الجزائريين ونتلاقوا في 2019 فيه إمكانية ولا باش ما ننتظروش من فضلك إذا فيه إمكانية فيها إمكانية ولا مفياش خليني نتحدد على الحقيقة نعم حكيم كما قلت لك سأحاول أخذ التصريحات إن أمكن إن تحدث اللاعبون إن مكنون من أخذ التصريحات وإن لم يتمكن سنعطيكم الصور وهم يركبون في الحافلة من أجل تنقل إلى مركز سيدي موسى سنقوم بالمحاولة كما قلت لك في هذه اللحظات ربما سيبدأ اللاعبون في الخروج من خلف من هذه الباب القاعة الشرفية للمطار هواري بومدين بعد لحظات سيخرجون اللاعبون سننتظر خروج اللاعبون إستام بقريعة لحظة إن كانت هناك في تصريحات إستام بقريعة أرجو أن تبقى معي أنا نعرف شطارتك ونعرف كل شطارة طبعا شطارة كل القسم الرياضي طبعا أنا لا أتحدث عن شطارتك ولا على قدرتك في إيجاد تصريحات من عندهم يعني كنت أتحدث كالعادة هل يمكن أن يسرحوا أنا في أي لحظة يمكن أن يخرج اللاعبين لك أن تتدخل معنا مباشرة سأتوقف لحظة طبعا الضيوف الكرام يفهموا الوضع اللحظة لخرجوا اللاعبين أي تصريح أي صورة خليني يشوف لأنه مهم جدا للجزائرين حتى يعرفوا وش رحينيقول لهم إذا قالوا لهم رحينيقول لهم معلاش على خيبناكم ولا ما قالوش يعني مرناش حاسبينكم مثل كل المسؤولين الرياضيين في الجزائر